بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته راح نشوف من خلال هذا المقطع ملخص لأهم أفكار الفصل الأول لمادة ببادئ المحاسبة المالية طبعاً هذا المادة قمت بشرحها بشكل تفصيلي على حسب الكتاب المطلوب بشكل تفصيلي مع النظري الآن المقاطع هذه راح تكون هي التركيز على الأهم الأفكار والأفكار الأساسية اللي لازم أنت كطالب محاسبة ومحاسب في المستقبل تكون أنت متبكن منها بشكل جيد ورح نبدأ اليوم بالفصل الأول اللي هو الإطار الفكري والقوائم المالية ونشوف أهم النقاط الأساسية بهذا الباب والنقاط الأساسية في هذا الباب اللي هنها على الشكل التالي المعادلة المحاسبية وقائمة الدخل وقائمة المركز المالي إذن أهم ثلاث نقاط في الباب الأول اللي هنه المعادلة المحاسبية بالدرجة الأولى إذن المعادلة المحاسبية ولازم عرفوا الشيء الأصول وشيء الالتزامات وشيء حقوق الملكية طبعا المعادلة المحاسبية وش تقول تقول الأصول تساوي الالتزامات الالتزامات وش هيء يسمونها بمسمة ثاني اللي هي الخصوم زائد حقوق الملكية ومن خلال شرحنا راح نشوف الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بشكل واضح بإذن الله الآن النقطة الثانية اللي هي من قائمة الدخل وإذا كتركز لي بقائمة الدخل لا تحتوي إلا على الإيرادات والمصروفات فقط إذن قائمة الدخل وش تحتوي على إيرادات ومصروفات قائمة المركز المالي هي نفس المعادلة المحاسبية هي نفس المعادلة المحاسبية طبعا المعادلة المحاسبية هنا مشان نشوف الأصول كم والالتزامات كم بشكل إجمالي في حين أنه بقائمة المركز المالي راح ناخذ الأصول بتفصيلاتها والخصوم أو الالتزامات بتفصيلاتها وحقوق الملكية بتفصيلاتها وراح نشوف اليوم بالبداية بهذا المقطع راح نشوف المعادلة المحاسبية وإيش من إيش تتكون وكل مكون وش معناته وبعدين ناخذ عليها تمارين وامثلة ومسائل فنبدأ بالأول في المعادلة المحاسبية إذا نبدأ بإيش قلنا؟ في المعادلة المحاسبية المعادلة المحاسبية قلنا هي الأصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية وراح أسوي لكم مثلث لهذه المعادلة بحيث أنه تعرف كيف تتعامل معها تعالوا نشوف المثلث اللي راح يكون رأسه من فوق اللي هو من اللي هي الأصول إذن المثلث هنا رأسه اللي هي من الأصول وهنا القاعدة له اللي هي الالتزامات وحقوق الملكية إذن هذه قاعدة حقوق الملكية زين أنا إذا ودي أجيب الأصول وش أسوي؟ قال أجمع ما بين الالتزامات وحقوق الملكية مشان أحسب من الأصول طيب أنا لو ودي حقوق الملكية وش أسوي؟ قال أطرح الأصول الأصول ناقص الالتزامات لو ودي حقوق الملكية أطرح الأصول لو ودي الالتزامات أطرح الأصول ناقص حقوق الملكية وليفهم هذا المثلث يقدر يتعامل مع جميع الحالات اللي تيجي معاناة طبعا الأسئلة على هذه النقطة تيجي سؤال خيارات بسيط يعطيك التزامات وحقوق ملكية ويطلب منك أصول أو العكس يعطيك أصول ويعطيك حقوق ملكية ويطلب منك الخصوم وراح نشوف مثال على ذلك تعالوا لنشوف المثال هذا يقول لي بلغت التزامات إحدى الشركات مبلغ كم؟ خمسين ألف ريال وحقوق الملكية ميتين ألف ريال فأن أصول هذه الشركة تبلغ طبعا جايب لي على شكل خيارات الخيار الأول الخيار الثاني والخيار الثالث طبعا أنا وش أبي؟ أبي إيش؟ الأصول إذن أبي من؟ الأصول طبعا كيف أجيب الأصول؟ أنا عندي المعادلة المحاسبية نعرف الأصول وقلنا أو حسب المثالة الأصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية طيب كم عندي التزامات؟ عندي التزامات خمسين ألف ريال زائد كم عندي حقوق ملكية؟ 200 ألف ريال طيب كم صارت الأصول؟ نجمحن صارت 250 ألف ريال وبالتالي الخيار الصحيح هو باء مثال ثاني يقول لي إذا بلغت أصول إحدى الشركات 500 ألف ريال وكان إجمالي حقوق المساهمين وش هي إجمالي حقوق المساهمين؟ طبعا حقوق المساهمين هي نفسها حقوق الملكية قيمتك 160 ألف ريال والمطلوب أحسب إجمالي الالتزامات أحسب إجمالي الالتزامات إذا تذكرون المثلث إحنا ودنا الأصول فوق هنا أصول التزامات وحقوق ملكية صح؟ ممتاز أنا من أبي؟ الآن أبي أنا إحسب إجمالي الالتزامات هذه هي المجهولة المجهولة قلنا إذا ودنا إياها من أطوه ناخد العملية اللي هي بين الأصول وحقوق الملكية اللي هي أصول ناقص حقوق ملكية يعطيني التزامات ونكتب الحل بهذا الشكل إذا نقول الالتزامات تساوي الأصول ناقص حقوق الملكية يعني 500 ألف ريال ناقص 160 ألف ريال وتطلع النتيجة كم عندي؟ 500 ناقص 160 340 ألف ريال إذن هذه التزامات الشركة بعد ما شفنا المثالين البسيطات عن المعادلة المحاسبية تعالوا لنشوف تفاصيل كل وحدة من مكونات المعادلة المحاسبية واللي بدايتهم راح تكون عندي الأصول إذن إحنا نرجع لها إذن الأصول تساوي الالتزامات لحظة واكتبها كل شوي مشان تحفظها الالتزامات زائد حقوق الملكية طيب هنبدأ إحنا بمن؟ هنبدأ بالأصول إذن هنأخذ أول قسم اللي هي من؟ الأصول يقول لك الأصول وش تعريفها؟ وش تعريف؟ الأصول الأصول قال هي الموارد الاقتصادية إيش؟ التي تمتلكها الشركة ليش تمتلكها الشركة؟ إما تمتلكها أو تتحكم فيها إذن هي الموارد الاقتصادية التي تمتلكها الشركة والتي يتوقع أن تحقق منافع اقتصادية إذن والتي يتوقع أن تحقق منافع مستقبلية اقتصادية مستقبلية أو مستقبلية تكفي إذن هذه هي الأصول إذن الأصول هي الموارد الاقتصادية التي تملكها الشركة والتي يتوقع أن تحقق منافع اقتصادية مستقبلية إذن هذا تعريف الأصول فهمناه طيب وش هي أنواع الأصول؟ ما هي أنواع الأصول؟ قال الأصول تنقسم عندي إلى قسمين مهمات هو في قسم ثالث وشرحناه سابقا لكني أن يهمني القسمين المهمات اللي إحنا نتعامل معاهم اللي هن الأصول المتداولة والأصول غير المتداولة إذن الأصول تنقسم قلنا إلى قسمين أصول متداولة وأصول غير متداولة طيب وش هي الأصول المتداولة؟ وش هي الأصول المتداولة؟ قال الأصول المتداولة هي الأصول قصيرة الأجل إذن هي أصول قصيرة إذن قلنا متداولة يعني قصيرة الأجل يعني مش منها قصيرة أجل يعني مدتها مدتها أقل من سنة من سنة مالية من سنة مالية وش أمثلتها؟ تعالوا نشوف الأمثلة على الأصول المتداولة من أمثلتها النقدية إذن النقد إذن هذا من الأصول المتداولة أيضا المهمات طبعا وش هي المهمات؟ المهمات إذا اشترينا أقلام أو راق قرطاسية إلى آخر إذن المهمات هي القرطاسية دعنا نقول إذن هي القرطاسية التي نشتريها أثناء السنة المالية ونصرفها ونستهلكها خلال سنتنا المالية وقد يتبقى منها إلى سنة أخرى إذن أول واحدة قلنا النقد أثنين المهمات ثلاث المدينون المدينون من هم المدينون؟ قال هم العملاء اللي نعطيهم أغراض وما يعطوننا فلوس تمام؟ إذن هذه بمختصرها المدينون عميل أعطينا خدمة أو بضاعة وما أعطانا ثمنها إذن نقول عملاء قدمنا لهم خدمات تمام تمام ولم يدفعوا إذن ولم يدفعوا هذا بمختصر الحديث إذن بمختصر يعني لنا عندهم لنا عندهم مبالغ أو فلوس إذن هذه معنات المدينون أربعة أوراق القبض إذن أوراق القبض أيضا هذه من أوراق القبض هي تعتبر من الأصول أو اللي يسمونها أحيانا الكمبيالات إذن إذن اللي يسمونها أحيانا إذن الكمبيالات وهذه هي أشهر الأصول المتداولة اللي هي النقد والمهمات والمدينون وأوراق القبض طبعا نشوف الآن غير المتداولة دام المتداولة هي قصيرة أجل من أتوا غير المتداولة وش تكون غير المتداولة؟ قال هي طويلة الأجل طويلة الأجل أو مدتها نقول مدتها أكثر من سنة من سنة مالية زي إذن هذه عرفنا الأصول الغير المتداولة وش معناتها أشهر الأمثلة اللي عليها؟ الأمثلة كثيرة أراضي هذه أصل غير متداول يعني كيف أصل غير متداول؟ غير متداول يعني ما عندي سيولة ما يعطيني سيولة مباشرة يعني أنا حين عندي شركة وأحتاج مثلا خمسين ألف مئة ألف ما أقدر أبيع أرض الشركة ولا أقدر أبيع مثلا أراضي أخرى مثلا تابع للشركة أو للمزرعة أو إلى آخره مشان أخذ سيولة فهي صعب تتحول إلى سيولة بشكل سريع في حين أن النقد والمدينون والأوراق القبض هذه تعتبر سيولة نقدر نحصلها خلال سنة أما بيع الأراضي بيع السيارات بيع إلى آخره هذه أصول أني أجيبها مشان أتظل عندي استثمارية أقدر أستفيد منها إذن هذه أسميها سلع استثمارية لذلك نسميها أصول طويلة الأجل أو غير متداولة طبعا كلمة التداول هي تعني الفلوس النقود الكاش هذا هو التداول نحن نتداول الكاش ما نتداول أو ما يشابه الكاش مثل الشيكات والأوراق والسندات إلى آخره اللي نقدر نحصلها مباشر النوع الثاني من المتداولة اللي هي السيارات مثلا ثلاثة معدات أربعة نقدر نشوف أيضا المباني هذه كلها تعتبر أصول غير متداول وفي كده نكون خذينا فكرة عامة عن الأصول اللي هي القسمة الأول من المعادلة المحاسبية تعالوا لنشوف القسم الثاني واللي هو الالتزامات فنقول الالتزامات هي إيش الالتزامات هي مطالبات الغير تجاه المنشأة أو الشركة لودك يا سمي أو نقدر نقول هي تعهدات إذن هي تعهدات على المنشأة تجاه الغير كله يعني يعني الديون اللي علينا أو الأشياء اللي احنا لازم ندفعها كمنشأ وأيضا الالتزامات تنقسم إلى نوعين متداولة وغير متداولة إذن هذا الالتزامات رح نقسمها إلى قسمين اللي هم المتداولة وغير المتداول إذن الالتزامات متداولة وإلتزامات غير متداولة وش أمثلة الالتزامات المتداولة وغير المتداولة الالتزامات المتداولة قلنا نفس الأصول المتداولة يعني تكون قصيرة الأجل إذن وش تكون قصيرة الأجل وقلنا قصيرة الأجل أقل من سنة مالية غير المتداولة إذن طويلة الأجل وراح نشوف أمثلة على هذه وأمثلة على هذه من أمثلة المتداولة عندي أول وحدة نقول القروض قصيرة الأجل إذن قروض قصيرة أجل يعني قروض راح نسددها خلال متى خلال سنة مالية اثنين الدائنين هناك مرة عندنا إيش؟ المدينين وهنا الدائنين أو الدائنون نفس الشيء طيب من هم الدائنين؟ الدائنين اللي إحنا لنا عندهم فلوس فالدائنين هم قدموا لنا قدموا خدمة أو سلعة قدموا خدمة أو سلعة ولم نعطيهم ثمانوها يعني إحنا معطيناهم والمختصر لهم عندنا يعني نقدر نقول لهم عندنا فلوس أو مبالغ إذن هذه هم الدائنين إذن انتبه الدائنين ضمن الالتزامات المدينين ضمن من؟ ضمن الأصول ثلاث أوراق إذن أوراق الدفع يا سلام وهناك مرة معانا أيضا أوراق القبض ميز انتبه بين أوراق القبض وأوراق الدفع أوراق الدفع هي ضمن الالتزامات وأوراق القبض ضمن الأصول إذن نقطة مهمة جدا انتبه على أوراق الدفع وأوراق القبض وانتبه على الدائنين والمدينين إذن الدائنين التزامات والمدينين هم إيش أصول وأوراق الدفع هي التزامات أوراق القبض هي أوراق القبض هي إيش أصول بالنسبة للالتزامات غير المتداولة هي أمثلتها القروض طويلة الأجل إذن هذه هي عبارة عن القروض من الأمثلة عليها يعني القروض طويلة الأجل وبكده نكون فهمنا مفهوم إيش الالتزامات إذن فهمنا الالتزامات فهمنا الأصول وش باقي عندنا باقي عندنا حقوق الملكية وتعريف حقوق الملكية قال هي التزامات على المنشأة تجاه من تجاه الملاك يا سلام في تشابه بين حقوق الملكية وبين الالتزامات بالنسبة للالتزامات تجاه من تجاه الغير تجاه الغير إذن لاحظة هذا طبعا التعريف هذا التعريف هذا اثنين متكافئات هي مطالبات الغير تجاه المنشأة أو هي تعهدات على المنشأة تجاه الغير فميزة هنا أنا طبعا حطيت هذا التعريف أنه قد ترد كذا وقد ترد كذا هذا هو المهم هذا اللي موجود معانا ووجد في مراجع أخرى جاء بهالشكل هذا فأنا كتبتهم مشان هنا تعزز الفهم مشان ايش مشان تعزز فهمك المفهوم الملكية إذن من الحقوق الملكية قلنا التزامات على المنشأة تجاه الملاك أو نقدر نقول نقدر نقولها بشكل آخر مثل ما شفنا هناك هي مطالبات الملاك تجاه المنشأة إذن كلها يجنب نفس الصيغة يعطى النفس الكلام وراح نشوف حقوق الملكية ايش هي طبعا حقوق الملكية ما فصلوها إلى متداولة وغير متداولة ما نقدر نقول متداولة ما نقدر نقول غير متداولة هي بشكلها العام هي حقوق الملكية واللي أمثلتها على الشكل التالي رأس المال أو رأس مال الأزهم إذن هذا من حقوق الملكية اثنين الأرباح المبقى أيضا هذه من حقوق الملاك طبعا الأرباح المبقى راح نشوف شلون نجيبها إن شاء الله في خلال هذا المقطع أو المقطع القادم نأخذ عليها مثال على طريق الحساب الأرباح المبقى أو يسمونها أحيانا المحتجزة الأرباح المبقى أو الأرباح المحتجز ثلاثة اللي هي المسحوبات يعني يجي صاحب الشركة يأخذ فلوس من الخزينة إذن هذه نسميناها مسحوبات شخصية أو المسحوبات أيضا التوزيعات التوزيعات طبعا التوزيعات تتمته في آخر السنة المالية بعد ما نشوف نسكر كل أمورنا ونشوف وشي عندنا أرباح حابنا نسوي توزيعات نسوي توزيعات أول ملاك كل واحد يأخذ كاش من الصندوق في نهاية المدة أما المسحوبات تتم أثناء السنة المالية المسحوبات تتم أثناء السنة المالية طيب أيضا عندي صافي الدخل برضو هذا يعتبر من حقوق الملاك إذن صافي الدخل طبعا صافي الدخل قد يجي موجب وقد يجي سالب ليش؟ مرة ممكن يكون خسارة وممكن يكون ربح هو بالحالتين هو يأثر على المالك للمنشأة أو على حقوق ملكية المنشأة فهو إذا كان صافي الدخل موجب فيعطيني هذا ربح هذا يعطيني إيش؟ ربح وإذا عندي صافي الدخل سالب معناته هذا يعطيني إيش؟ خسارة فإذا كان وإذا طلعت نتيجته سالب فهي خسارة طبعا المسحوبات نأخذها دائما نأخذها بإشارة السالب لأنها تنقص إذن المسحوبات نأخذها بإشارة الناقص والتوزيعات أيضا نأخذها بإشارات الناقص في حين صافي الدخل على حسب هل هو ربح أم خسارة على حسب ما حسبناه من قائمة الدخل إذا شفنا قائمة الدخل وطلعت عندي سالب مناته النقص إذا كان عندي قائمة الدخل وطلعت عندي صافي الدخل موجب مناتهنا ربحان فأزيد إذن هذه فكرة صافي الداخل وبكذا نكون أنهينا مكونات المعادلة المحاسبية ودامنا أنهيناها فأحنا المعادلة المحاسبية هنلاحظ كل مكوناتها هي مكونات من قائمة المركز المالي يعني لو قلنا قائمة المركز المالي كأنه سوينا المعادلة المحاسبية وبوابنا أجزائها يعني قرأنا المسألة وفرقنا كل معاملة وحطيناها بمكانها الرئيسي أو على حسب مكانها المناسب يعني يوم أن أقرأ المسألة تجيني مسألة أقراها أشوف هذي رأس مال هل هذه توزيعات هل هذه مصاريف إلى آخره لازم أنا أعرف وأنا أحط كل وحدة منهم وبعد ما انتهينا من مكونات المعادلة المحاسبية وقلنا اتفقنا أنه هي زي المركز المالي قائمة المركز المالي تقريبا أو كل مكوناتها موجودة في المركز المالي رح نشوفها بإذن الله في المقاطر القادمة رح نأخذ أمثلة على الأرباح المبقى ورح نشوف كيف نشكل قائمة الدخل وإيش خصائصها ورح نشوف قائمة المركز المالي وكيف نشكلها وإيش الفرق بين كل قائمة وقائمة وكيف حساب كيفية حساب الأرباح المبقى بعد ما فهمنا المعادلة المحاسبية وكيف نشكلها وكيف نحل الأمثلة التي تحتوي على أمور بسيطة أنني أحسب الأصول أو حقوقها الملكية أو الالتزامات من خلال المعادلة المحاسبية وقبل ما نختم محاضرتنا خلينا نشوف المخطط التوضيحي للمعادلة المحاسبية للنقاط اللي شرحناها نقبله شوي فليقينا الأصول الخصوم وحقوق الملكية مع تعريف الخصوم مع تعريف الأصول مع تعريف حقوق الملكية مكونات كل وحدة منهم طبعا الأصول الثابتة غير الملموسة اللي هي ما أخذيناها اللي قلناها لكم ما كثير طبعا هذه أحد الأقسام لكن احنا قلنا أهم قسمين اللي هي الأصول الثابتة اللي هي الغير متداولة كلمة ثابتة تعني غير متداول في حين المتداولة اللي هي المتداولة اللي خذيناها البضاعة الصندوق النقدية إلى آخره هذه كلها لكن ذكرت بكلمات أخرى هي نفس الأشياء اللي خذيناها وأيضا الخصوم أو اللي هي الالتزامات قلنا الخصوم والالتزامات نفس الكلام تمام اللي هي خصوم طويلة الأجل ولا خصوم متداولة وأيضا شفنا الالتزامات على المنشأة اللي هي حقوق الملكية المكونة من رأس المال والإيرادات والمصروفات والمسحوبات هذه كلها أيضا نضيفة للأشياء اللي خذيناها بالنسبة للخذيناها قبل شوي اللي هي رأس المال الأرباح المبقى المسحوبات التوزيعات صاف الدخل كلها هذه ضمن حقوق الملكية قلنا احنا هنا هذه هي أمثلة هذه أمثلة وبالتالي كانت أمامي الآن المعادلة المحاسبية جاهزة من كل أقسامها ونلتقي إن شاء الله في المقاطع القادمة في استكمال سلسلة المراجعات على الأبواب من المطلوبة معانا خلال هذا الفصل في الختام أتمنى لكم التوفيق والنجاح ونلتقي بإذن الله في شروحاتنا القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة